غرفة تجارة وصناعة عمان تواصل برامجها في تنظيم الزيارات المتبادلة بين أصحاب الأعمال العمانيين ونضرائهم من دول العالم من خلال الزيارات واللقاءات المكثفة في مسعى لجذب وتوطين الاستثمارات الجادة والتواصل المباشر مع المستثمرين جمهورية باكستان الإسلامية كانت المحطة الحالية التي قصدها الوفد التجاري العماني حيث كان للقاء فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بسعادة المهندس رضا بن جمعة الصالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان والوفد التجاري المرافق نتائج إيجابية ورغبة صادقة في تعزيز أفق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية حيث أكد الجانبان على أهمية تنمية هذا التعاون واستثمار الفرص المتاحة للقطاع الخاص بما يخدم تطلعات البلدين كما كان لاستقبال دولة عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني لسعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان والوفد التجاري المرافق تطلعات لمبادرات جادة لدفع وتعزيز أفق التعاون التجاري والجوانب الاستثمارية بين البلدين من خلال التوجيه المباشر من قبل دولة الرئيس بتدليل الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال في البلدين لإقامة المشاريع المشتركة وأخاصة في جوادر وإقامة خط ملاحي مباشر بين الموانئ العمانية وميناء جوادر وإقامة مشاريع سمكية وصناعية وسياحية في مختلف المناطق الباكستانية كما استعرض مع علي شام حمود كريشي وزير الخارجية بجمهورية باكستان الإسلامية مع سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان والوفد التجاري المرافق تعزيز جوانب التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة وجذب الاستثمارات من خلال سفارات البلدين وتسهيل التأشيرات لمواطني الدولتين بالإضافة إلى كيفية استفادة المستثمرين الباكستانيين من الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة في رؤية عمان 2040